رسالة وصلتني من النجف في الأيام الماضية القريبة الرسالة طويلة وفيها أمور شخصية لذا سألخص مطلبها في سؤال واحد هذا السؤال من صياغتي فإن الرسالة طويلة لا مجال لقراءتها وهي تشتمل على أمور شخصية أيضا السؤال هكذا ينقل لنا مضمونة تلك الرسالة هل هناك من أمل في تغير الواقع الشيعي هذه الرسالة بعثها من بعثها بعد أن تابع حلقات هذا البرنامج وأنا أكشف عن هذه الكذبة الكبيرة كذبوا علينا قالوا لنا هذا مذهب أهل البيت وأهل البيت ليس عندهم من مذهب هذا المذهب هو المذهب العباسي الخامس ألا تلاحظون أنهم يقتلون أنفسهم على التقارب بين المذاهب لأنهم خرجوا من حفرة واحدة من مكان واحد أصلهم واحد عندنا مثل معروف في الثقافة الشعبية العراقية مضمونة الإجمال يقول هذا أخو هذا تعرفون هذا أخو هذا ما شوفهم شايلين روحهم وداقينها على التقارب بين المذاهب الوحدة الإسلامية شايلين روحهم وداقينها من عير والدي يرجعون الأصل وإلا فلا علاقة على الإطلاق بين دين العترة الطاهرة والمذاهب الأخرى رسول الله هو الذي أخبرنا فقال إن الأمة ستفترق إلى ثلاثة وسبعين من الفرق فرقة واحدة ناجية يعني أن فرقة واحدة يكون معها الدين البقية مذاهب القضية واضحة إذا افترقت إذا افترقت في الدين سبعون فرقة ونيف كما قد صح عن سيد الرسل ولم يكن منها ناجيا غير فرقة يا ذا البصيرة والعقل أفي الفرقة الهلاك آل محمد أم الفرقة الناجين ماذا ترى قل لي فإن قلت هلاك كفرت كفرت بآية التطهير كفرت بالقرآن كل فإن قلت هلاك كفرت وإن تقل نجات فحالفهم وخالف ذوي الجهل هناك فرقة واحدة ناجية كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الفرقة الوحيدة التي معها الدين إنها فرقة أهل محمد إنها فرقة علي وآل علي النبي هكذا قال لعمار يا عمار يا ابن سمية يا عمار يا عمار إذا رأيت الناس قد ساروا في أي واد من الوديان وسار علي في واد فسر في هذا الوادي في واد علي إذا سار الناس في مختلف السبل في مختلف الطرقات وسار علي في طريق هذا هو الطريق الذي يجب عليك يا عمار أن تسير فيه طريق الهدى القضية القضية واضحة هناك فرقة واحدة هي صاحبة الدين بقية الفراق هي فرق المذاهب المذهب الطوسي يحن إلى أصله ولذا يقتلون أنفسهم التقار بين المذاهب المذاهب الأخرى ليست مهتمة بهذا الموضوع لماذا لأنهم لم يغلفوا أنفسهم بشيء من دين العترة الطاهرة الطوسي غلف مذهبه بهذا فهو يريد أن يعود إلى أصله يؤذيه هذا الغلاف ولذا يتسابقون من أنه يجب علينا إذا أردنا أن نتقارب فيما بيننا أن نتنازل عن بعض الأمور دودة دودة من أقلكم دودة أكو دودة أكو دودة تشتغل الشايلين روحهم وداقين علينا أن نتنازل عن بعض الأمور حتى نتقارب خاف عدهم شوية ما أخذينها من دين العترة هاي هم يردون يشيلونه هذا هو الواقع الشيعي القذر الذي نعيش فيه وعاش فيه أجدادنا وأهباؤنا على أي حال الرسالة النجفية هذا هو سؤالها قطعاً بتعبيري هل هناك من أمل في تغير الواقع الشيعي أنا أجبت على هذه الرسالة وأرسلت الجواب إلى الذين سألوا لكنني أريد أن أقرأ عليكم جوابي ربما تنتفعون منه هل هناك من أمل في تغير الواقع الشيعي الجواب إذا لاحظنا ما يلي فليس هناك من أمل أولاً هناك وضع بتري مرجئي طوسي فهسد بدرجة مئة بالمئة في الرؤوس والذيول هذا شيء موجود هناك وضع بتري مرجئي طوسي فهسد بدرجة مئة بالمئة في الرؤوس والذيول ثانياً هناك بتري مرجئي طوسي فهسد هم المراجع أتحدث عن مراجع النجفي وكربلاء هناك بتري مرجئي طوسي فهسد فاسدون هم المراجع يركزون ويرسخون الضلال والفساد ويقومون بحمايته بكل ما أوتوا من قوة ويساعدهم في ذلك صغار المعممين ثالثاً هناك قالب متصلب في الوسط الشيعي عموماً هناك قالب متصلب من الطقوس المزيفة والتقاليد السخيفة عبر تراكمات الأزمنة والأمكنة في أمة متخلفة تعشق هذا القالب من أين يأتي الأمل مع وجود كل هذا لا زال الكلام متصلاً هناك هناك قالب متصلب من الطقوس المزيفة والتقاليد السخيفة عبر تراكمات الأزمنة والأمكنة في أمة متخلفة تعشق هذا القالب في تقديسها للعمائم وأصحاب العمائم ولخراء المراجع وضلالها رابعاً هناك جمهور واسع من كائنات البهائم البشرية إما أنها أساساً لا تملك عقلاً أو دمر عقلها عبر صناعة الغباء المركز من قبل المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية رابعاً هناك جمهور واسع من كائنات البهائم البشرية إما أنها أساساً لا تملك عقلاً أو دمر عقلها عبر صناعة الغباء المركز من قبل المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية بعد كل هذا فهل يبقى من أمل الجواب كلاً وتريليون كلاً وبحسب أحاديث آل محمد صلوات الله عليهم يزداد تيه الشيعة يوماً بعد يوم حتى ظهور إمامنا القائم صلوات الله عليه وستحارب حينها الشيعة إمام زمانها خصوصاً في العراق بقيادة مراجع النجف وكربلاء بحسب منهجهم البتري الطوسي اللعين هذه الحقيقة الصارخة والواضحة والجلية الموجودة على أرض الواقع هذا على الأقل ما أعتقده أنا هذه عقيدتي في الواقع الشيعي قد يقول قائل من أنك متحمس في الحديث تواصل العمل ليلة نهارة في عملك الإعلامي في عملك التبليغي إذا كان الأمر هكذا من دون أمل فلماذا كل هذا الحماس هذا الحماس لا علاقة له بالناس بالنسبة لي أنا يائس من الناس أنا يائس من الشيعة بشكل مطلق هذا الحماس حماس الخدمة المهدوية إنني في مقامي خدمة إمام زماني فهذا الحماس حماس في هذا المقام لا علاقة له بهذه الكائنات البهائمية من النوع البشر أتحفوهم أتحفوهم بحقيقتهم إنهم حمير ديخيون أتحفوهم بالوثيقة الديخية ما رد أجيب الأسوان واحد قال لي أدر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لأخر بابل ما توصل للنوبيرية قال توصل و اطمئنن تركبهم يعني بش ايش يعمر تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عبارة واحد من الأعلام قبل خمسة تركب يعني قلاغا أغمي شنو كما تقول قلاغا أغمي شنو كما تقول أغمي شنو كما تقول تقوش ديخ عربي تقوش ونس عبارة كنا على ثقو وكلكم تعرفونا لأنه مارد أجيب الأسمو عربي قال تركب مثل ما تركب نعم وضاي ديخ رواية مهمة ومهمة جدا وقد حدثتكم عنها في برامج السالفة أقرأ عليكم من مختصر البصائر الكتاب هذا في أصله لأحد أصحاب أئمتنا إنه سعد الأشعري القمي رضوان الله تعالى عليه الحسن ابن سليمان الحل من علماء الشيعة في القرن الثامن الهجري لخص هذا الكتاب وأضاف إليه أحاديث أخرى واختصره فعرف الكتاب بمختصر البصائر لأن كتاب سعد الأشعري عنوانه الأصل بصائر الدرجات هو غير بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة الحديث يبدأ في الصفحة السابعة والعشرين بعد الثلاثمائة هو الحديث الثالث والأربعون بسنده عن يونس ابن ضبيان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الحديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة الذي يرتبط بموضوعنا بحديثنا في هذه الحلقات إمامنا الصادق يتحدث عن أولياء أهل البيت الذين بلغوا المنازل العالية لا يوجد أحد بهذه المنزلة في زماننا الإمام يتحدث عن أصحاب منزلة عالية وراقية جدا حيث يقول فإذا بلغ هذه المنزلة ماذا سيظهر من آثار في حياته في واقع شخصيته فإذا بلغ هذه المنزلة جعل شهوته ومحبته في خالقه تتلاشى عنده الشهوة والعاطفة تتحول إلى أنموذج مثالي أخر فإذا بلغ هذه المنزلة جعل شهوته ومحبته في خالقه فإذا فعل ذلك نزل المنزلة الكبرى فعاين ربه في قلبه لماذا لأن القلب صار خليا من الشهوة الدنيئة ومن المحبة الرخيصة فإذا بلغ هذه المنزلة جعل شهوته ومحبته في خالقه تلاشت الشهوة الدنيئة وانطوت المحبة الرخيصة صارت الشهوة شهوة نظيفة وارتقت المحبة إلى درجة راقية فإذا بلغ هذه المنزلة جعل شهوته ومحبته في خالقه فإذا فعل ذلك نزل المنزلة الكبرى فعاين ربه في قلبه وورث الحكمة بغير ما ورثه الحكماء الحكماء ورث الحكمة بالصمت هذا ورث الحكمة بالإخلاص من أخلص من أخلص لله أربعين صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه هذه حكمة محمد وآل محمد هذه كؤوس الحكمة التي حدثنا عنها أمير المؤمنين من أن أولياء صاحب العمر يسقون بها صباحا ومساء هكذا حدثنا في ما حدثنا في نهج البلاغة الشريف وقرأت ذلك عليكم مرارا في الحلقات المتقدمة فإذا فعل ذلك نزل المنزلة الكبرى فعاين ربه في قلبه وورث الحكمة بغير ما ورثه الحكماء وورث العلم بغير ما ورثه العلماء وورث الصدق بغير ما ورثه الصديقون إن الحكماء ورث الحكمة بالصمت وإن العلماء ورث العلم بالطلب وإن الصديقين ورث الصدق بالخشوع وطول العبادة فمن أخذ بهذه الصفة بهذه الأسباب التي تعارف عليها الناس فمن أخذ بهذه الصفة إما أن يسفل أو يرفع الإمام هو الذي يسفله وهو الذي يرفعه فمن أخذ بهذه الصفة إما أن يسفل أو يرفع وأكثرهم يسفل ولا يرفع إذ لم يرعى حق الله ولم يعمل بما أمر به أو بما أمر به فهذه منزلة من لم يعرفه حق معرفته ولم يحبه حق محبته فلا تغرنك صلاتهم وصيامهم ورواياتهم وكلامهم وعلومهم فإنهم حمر مستنفرة هؤلاء هم علماء المذاهب علماء الفرق فلا تغرنك صلاتهم وصيامهم ورواياتهم وكلامهم وعلومهم فإنهم حمر مستنفرة هذا يعود بنا إلى سورة المدثر وإلى الآية التاسعة والأربعين بعد البسملة وما بعدها فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة فما لهم عن التذكرة معرضين بحسب أحاديث العترة الطاهرة فإن التذكرة عنوان لولاية أمير المؤمنين في الكتاب كل هذا مصطلح من مصطلحاتهم صلوات الله عليهم في قرآنهم التذكرة ولاية أمير المؤمنين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة ماذا يقولون لنا في تفسيرهم وتأويلهم لقرآنهم إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث شرف الدين الاسترابادي النجفي وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة في صفحة السادسة والثلاثين بعد السبعمائة الرواية طويلة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه بخصوص هذه السورة سورة المدثر إلى أن يقول فما لهم عن التذكرة معرضين قال الصادق صلوات الله عليه يعني بالتذكرة ولاية ولاية أمير المؤمنين فما لهم عن التذكرة معرضين فما لهم عن ولاية علي معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة الإمام الصادق يقول يعني كأنهم حمر وحش الحمر جمع لحمار الحديث عن الحمير الوحشية يعني كأنهم حمر وحش فرت من الأسد حين رأته وكذا وكذا أعداء آل محمد إذا سمعوا بفضل آل محمد صلوات الله عليهم نفروا عن الحق وكذا أعداء آل محمد إذا سمعوا بفضل آل محمد صلوات الله عليهم نفروا عن الحق المطبوع هنا وكذا أعداء آل محمد إذا سمعت إذا سمعت الأعداء بفضل آل محمد نفرت عن الحق الحمر المستنفرة عنوان مماثل لأعداء العترة فأعداء العترة تنفر وتفر من دين العترة وهذا هو الذي يفعله الطوسيون يتراكضون كي يتقاربوا مع المذاهب الأخرى وفي الوقت نفسه يتباعدون عن منهج العترة يتباعدون عن أحاديث العترة يتقاربون ويقتربون من منهج النواصب يأتوننا بعلم الرجال وعلم الحديث وبقذارات علم الأصول وبالإجماع وبسائر التفاهات الأخرى يتقربون من منهج النواصب ويتباعدون عن منهج العترة هؤلاء هم الحمر المستنفرة فما لهم عن التذكرة معرضين يعني بالتذكرة ولاية أمير المؤمنين ولاية أمير المؤمنين يعني بيعة الغدير بيعة الغدير يعني التمسك بمواثيقها التمسك بمواثيق بيعة الغدير يعني أن نأخذ التفسير من عليين وآل عليين فقط وأن نأخذ الفهم من عليين وآل عليين فقط وهذا ما يتنافر بدرجة مئة بالمئة مع المنهج الطوسي القذر فمانهم عن التذكرة معرضين يعني بالتذكرة ولاية أمير المؤمنين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة يعني كأنهم حمر وحش فرت من الأسد حين رأته وكذا أعداء آل محمد إذا سمعت بفضل آل محمد نفرت عن الحق صدقوني هذه الحالة لامستها حسيا مع هؤلاء القوم على سبيل المثال كنت في قوم ومجالس قوم تمتلئ بالمعممين عادة تكون لبعض المجالس بعض المحاضرات بعض الدروس في بعض الأماكن التي يحتشد فيها المعممون فحينما أتحدث بحديث العترة وحينما أورد نصوص أحاديثهم خصوصا من زياراتهم وأدعيتهم أستشعر أن أكثر الموجودين يصيبهم القرف لا يظهرون هذا لكنني أقرأ ذلك من لغة أجسادهم من حركتهم من أذيتهم الواضحة والظاهرة على وجوههم خصوصا حينما يتوجه الكلام باتجاه الطعن في أعدائهم أشعر وبشكل واضح كأنني أطعن بهم هكذا يعيشون حالة نفسية في مواجهة أحاديث العترة لا يصرحون بهذا لكنني وحق الزهراء تحسست هذا وتلمست هذا كرارا وكرارا 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 في أوساط المعممين في أوساط غير المعممين الحزبيون الإسلاميون يعيشون الحالة نفسها خصوصا الذين هم في حزب الدعوة أو في منظمة العمل الإسلامي الإسلاميون السياسيون يعيشون الحالة نفسها بنسبة تسعين بالمئة من المعممين وبنسبة تسعين بالمئة من الإسلاميين السياسيين يعيشون هذه الحالة حالة النفرة من حديث العترة الطاهرة ينطبق هذا الوصف عليهم كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة أعود إلى رواية يونس ابن ضبيان التي يحدثنا بها عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فلا تغرنك صلاتهم وصيامهم ورواياتهم وكلامهم وعلومهم فإنهم حمر مستنفرة ثم قال يا يونس يا يونس إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت فإنا ورثناه وأتينا شرع الحكمة وفصل الخطاب هذه هي غايتنا وهذه هي معرفتنا وهذه هي حكمتنا كل الكلام يتجسد في هذه الجملة الوجيزة القصيرة يا يونس إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت هذه غايتنا طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا هذه رسالة إمام زماننا الحجة بن الحسن إلينا نذهب إلى فاصل أهل البيت